ايه الدينون او ليه الدينون خلينا نخش مباشرة طب كلمة الدينونة او المحاكمة يعني ادانة او دينونة او محاكمة هو اجراء يخص الله وهذا الاجراء الذي يخص الله يتناسب مع صفات الله المتناسقة اذا ما فيش دينونة يبقى فيه خلل في صفات الله وحاش لله ان يكون هناك خللا في صفاته فكما ان الله رحيم كما ان الله رحمن كما ان الله غفور كما ان الله محب كما ان الله ودود ايضا الله عادل والله قدوس الله وضع قانون ولابد لمن يكسر هذا القانون ان ينال عقابا فكلمة الدينونة في معناها البسيط هي معاقبة من يكسر القانون هو معاقبة من يتعد على قوانين الله او يرفض امدادات الله بالرحمة من يرفض رحمة الله عليه أن يقابل دينونة الله الله لأنه قدوس لابد أن يكره الشر لأنه قدوس لابد أن ينطق من الإثم إذا لم ينطق من الإثم فهناك خلل في مقاييس قدسي الله تسيب وتساهل طبعا في الشخص الله لو في بلد بلا قانون لو في بلد بلا قانون في السير في سير السيارات لو في بلد بلا قانون في ضبط الجاني تقدر تعيش في بلد مثل هذا البلد فالقانون يثبت قدرة الله على إدارة الكون وتناسق صفات الله